مدام احنا نحكي في القلم هدايا تذكر اكيد لو قلت عليها وانتي بحكم متابعتك للشأن العام في تونس وفي الخارج وعنما يبدو مطلع على ما يصير في بلدان اخرى في فقه القضاء وكذلك فقه السياسة خالي خلوة وفقه القانون العملية تبدلت بها ايطاليا الكمبليتوان وهي نوبلاسون ماني بوليتي او العيدي البيضاء اللي قادها انتونيو دي بيتو اللي هما كانوا عديدة من القضاء التونجين توبولي وصارت فيها من الشكل الكبير على وقت كلاكسي وغيرو وتحولت معنها وقضاء على حجب الديمقراطية المسيحية انتلاقي من هدايا حتى الحجب الاشتلاكي جادة اندريوسي وكلاكسي سواء تصار فيهم وقتها قادها القاضي انتونيو دي بيترو اللي هو قاد باني بوليتي ومعها جادة غيراردو كولومبو تنشوف تصويرته هو اللي كان في البولو معها اللي خدم على لوجيا بي دووي الثانية ذاكرة بس باللحظة هما سمع عشقوا ذاتهم بعد بدايوا مجموعة بعد تبناتها هل حسب رايك في تونس محتاجين في مجال القضاء الى عملية الاياد النظيفة كما صارت في إيطاليا نزيدك حاجة اخرى سي سوفيان بالنسبة الانتونيو دي بيترو هي كفاش بدأت الحكاية هي بدأت وقت اللي جاء قدامه ملف سياسي اللي هو كارلو تشييزا اي اي اخذي فلوسه اللي هو اخذي فلوس واللي انتونيو دي بيترو رقمهم الفلوس هذيك رقمهم مشدوه اي اي اعملو كمين نزيدك حاجة اخرى لانتونيو دي بيترو وقف وقتها تقريبا اربعالاف شخصية بين وزراء ونواب وسياسيين ورجال اعمال وللس ledgeشف وایک لانتحت وانتحت هربت حتى توا قيرائين고 في تونس وmotion على الخير هذه ستنيهłe في التساعيناتها عام 90 yen ولالمرحلة هذيكة هي اللي مكنت إيطاليا من المرور من الجمهورية الأولى للجمهورية الثانية سيتغاس أأنجوج بفضل قادي أنتونيو ديبيترو وبعد بالنسبة للخصوم أنه أهمية اللي قام به القادي هذي أنه فما نيس تم اغتيالها بعض جوفاني فالكوني تم اغتياله فما رئيس الحرس الحرس هو دالكيضة وبرسلينو زادا قتله وانتكستمالغزماء عملية الأياد البيضاء من يطلع بيرلوسكوني للحكم أي تباليالك يطلع دالة العملية أنتي بطلع على بيبدو على تفاصيلها القضية هذي ويراودك اينا يراودني يعني تحب تكون ديبيترو تاتونس اينا مرة في اجتماع من الاجتماع وبعد خذ حكت على روحي معتا قلت خيناك عايشة في حليمي جيت وقت في اجتماع القوذات قلت لم تيعلنو على عملية الأياد البيضاء خلينا نعملوا حاجة في هالبلاد ملغزماء نتفهم أنه على خطر القضاء دخلت فيه السياسة كيما قلت لك من باب المجلس على القضاء ومن عملية العزل اللي عملها وزير العدل آنذاك عام 2012 اللي هي بطبيعة صارت لإرهاب ومنهم خالي أنا خالي قاضي تم عزله من طرف نوردين البحيري وبعد من أول وحيد اللي رجعوا على خطر حكم وقتها في قضايا الحوض المنجمي الي هو يخذ بي دول زمام الأمور اليوم عنا شكون قاعدة يلمان الحملة متاع الأياد البيضاء الي هي سيدة وزيرة العدل اها اتي تعتبر اللي هي قاضية ايه لكن هي تعمل في حملة الأياد البيضاء اذيك لكاسكات دول اكزيكوتيف مش بكاسكات القاضي كنت نحبذ ومحله ونشيخ الحق لكن جيت من عند القضاة معنى ساموغي هكا اليوم عنا ميسياليش عنا هل يعانك له فيها وزيرة العدل الآن في العمل هذا؟ طبعا داخل موزة قضاية؟ فما شق ضد ما تقوموا به وزيرة العدل طبعا تشوف حتى اليوم حملات الشريسة اللي ضد السيدة وزيرة العدل وضد القضاة اللي قاعدين يعملوا في التحقيق معناها احنا اليوم القضاء ولا غير مستقل قبل كان مستقل واليوم أصبح غير مستقل بالنسبة للبعض يعني وقت اللي نطبقوا القانون ونحلوا القضايا متع الفسيد ومتع الإرهاب ومتع الخراب والدمار للوطن وقتها يولي القضاء مش مستقل وتحية للسيدة وزيرة العدل اللي هي بالحق امرأة بألف أنا نحترمها برشا وذي امتباع شخصي معناها داعي أنا وحدي ومرأة بالحق معناها قاعدة تخدم في خدمتها كم يلوفو ومعناها وإن شاء الله ربيعينها ربيعينها اشتركوا في القناة